مخاطر انبعاث تنظيم داعش الارهابي من جديد ما تزال قائمة فالتنظيم الارهابي ما زال بحسب تقارير أممية والدولية يعمل على ترتيب صفوفه والعودة لشن هجماته مجددا بالرغم من الخسار الكبيرة التي تلقاها مؤخرا في سوريا والعراق صحيفة ذاسان البريطانية كشفت عن تحركات يخطط لها التنظيم الارهابي لإطلاق سراح الآلاف من عناصره الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا والحكومة العراقية وبحسب الصحيفة فإن تحركات التنظيم أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي دورادي ترامب أن الولايات المتحدة ستنقل الارهابي التنظيم من تلك المناطق إلى حدود أوروبا إذا لم تبادل الدول الأوروبية إلى استعادة رعاياها المنتمين للتنظيم هذه التحركات أكدها تسجيل صوتي منسوب إلى زعيم داعش المدعو أبو بكر البغدادي يدعو فيه عناصر التنظيم إلى إطلاق سراح أقرانهم من السجون في سوريا والعراق كما أن منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز أكد وجود هكذا محاولات من قبل التنظيم الإرهابي من خلال محاولة اختراق مراكز ومخيمات احتجاز يتواجد فيها الإرهابيون هذه التحركات تتزمن مع إعلان زعيم داعش أبو بكر البغدادي بحسب وسيلة إعلامية تابعة للتنظيم الإرهابي عن اختيار المدعو عبدالله قرداش خليفة له فيما رجحت معلومات استخباراتية غربية أن يكون البغدادي مختبئا في منطقة صحراوية شرق سوريا وأوعز لقرداش بزعامة التنظيم بسبب سوء حالته الصحية جراء تعرضه للإصابة بغرة جوية عام 2017 وكانت الأمم المتحدة ودول غربية حذرت من عودة تنظيم داعش الإرهابي للنشاط مجددا في مناطق بسوريا والعراق وذلك بالتزامن مع شن التنظيم الإرهابي عدة هجمات أسفرت عن سقوط خسائر بشرية من المدنيين والعسكريين في تلك المناطق ترجمة نانسي قنقر